اشتركوا في القناة اللي تنحيكم وتنحيي جميع الرياضيين ومرحبا بكم الشارف لنا أستاذ أستاذ قبل ما نتكلم عن أمور المنتخب الوطني بغيت أن نأخذ رأيك في الخروج المباكرة للمنتخب الجزائري وبالنسبة لي أنا تبعت المباريات للمنتخب الجزائري وصراحة المستوى للمنتخب الجزائري نزل في هذه الدورة وأنا اتفاجأت بهذا المستوى ما كنتش دان على أن الفريق الجزائري غادي يوصل وغادي يظهر بهذه الصورة اعتبارا أنه عنده عدة لعبين اللي يتمرسوا بالدوري الأوروبي وفي عدة بلدان وقامات ولكن الكرة هي هذه يوم لاك ويوم عليك ولكن تمنوا لهم الخير إن شاء الله لأننا الحمد لله المغاربة معروفين دائما بالخير وبالتناء والصدق وكل ما هو جميل أنا ما اتفاجأتش بالخروج ديال الفريق الجزائري لأنه ما بينش وإضافة الكوتش ديال الفريق الجزائري ما حاولش يعطيش كوتشين الفريق دياله ويزيد إضافة علمان أنه عنده لعبين أمثال محرز أمثال عدة لعبين اللي تنشطف في الدوري الأوروبي بالنسبة لي الخروج ديالهم أنا ما ما فاجأني شو اعتبرتو عادي خروج عادي لأن الكرة ديالهم فهد الكال ديال ديال ساحل العج أو الكال الأخير ديال الكاميرون اتراجعت وخيره داليل أنهم ما ستطعوش أنهم يدوزون الدور الثاني على مدى سنتين وتمنوا اليوم التوفيق سيوسو عيد نرجع الموضوع الرئيسي تباتي تصريحة ديال المدرب ديال المنتخب الزنبيا وقال أننا سندافعوا على الحدود ديالنا بشارة أمام المنتخب المغربي وشنا توقعوا مباراة قوية قدام هذا الخصم هذا المنتخب المغربي وبنسبة لي أنا أنا تصريح دياله يقول المدرب ديال الزنبي اللي بغي يقول ولكن الحمد لله حنا عدنا اتقى في العناصر ديال المنتخب المغربي على اعتبار أن المنتخب المغربي تحتل الرتبة الرابعة عالميا وكل بغي يواجهه وكل بغي ينفسه ولكن المنتخب المغربي خصف هذا المباراة يبيل لأنه منوع الرجوع الورع خصم نتصر باش نبقاو نحتل الرتبة الأولى وباش نبقاو سان بيدرو لأن إلى مثلا وقع التعادل أو نتيجة عكسية المنتخب المغربي سيغادر هذه المدينة سان بيدرو سيمشي من مدينة أخرى اللي بعيدة عن هد المدينة خاصة أن تتعرف أن الجو في صحي العاج وبالخصوص هذه الفترة جو السيوائي تعرف الحرارة تعرف الرطوبة تعرف التنزل الأمطار هنا بنسبة لنا من المنتخب المغربي أنه توجه لصحي العاج قبل بداية الكان وأعتقد أن اللاعبين أنهم سأنسون على الأجواء بالنسبة المباراة اللي قبل مع الكونغو تلعبات في ضروف مناخية والمغرب كان ضد توقيت المباراة لأن أنا لا يعقل أن هذا توقيت ما فهمتوش سنة الثانية أنا من هنا هذا المنبر أنا أريد أن أجه نداء ونناس الجامعة اللي مكلفين في الكاف على أن هالتوقيت ما بقى الصالح التانية تانية نهائيا والمباراة دائما تلعب بين 7-8 لأن تكون هذا الجو ملائم وجو صحي بنسبة اللاعبين وهناك عدة لاعبين ما بقوا أنسوا مع هذه أجواء بطبيعة الحال رح نشبنا الحالة ديال الزياج والحالة ديال النصيري بعد خروج ديالهم رح تقسم ما استحملوش ولكن إن شاء الله هذا لا أنه مبرر لأن الفريق الوطني إن شاء الله في هذه المباراة ضد زامبياخ سوبينا قرأة جميلة كما تعودناها في كأس العالم وإنساوا هذه المباراة يدير كأس العالم نحن في كأس إفريقيا وكل مباراة تناقش وإن شاء الله أنا متفائل على أن المنتخب المغريبي إن شاء الله سيقدم مباراة جميلة وغيكون عندها حسن جميع المغاربة الكرام الفوضالة الأحباء داخل هذه أرض الوطن سيسو عيدي وش على ضوء هذه الكلام الليجلتين توقعوا أن تشكيلات المنتخب المغريبي ستشهد مجموعة من التعديلات أو سيعتمد ذرقراجي إلى نفس المجموعة أنا بنسبالي بنسبالي دائما كلام منسوب لي أن تنتمنى أن سيواليد القراجي أن يقحم الزلزول في الأوائل ديال المباراة ويزيد يقحم يحيى عطي الله في المكان المناسب لأن يحيى عطي الله تقدم مساوى مساوى كبير داخل داخل الفريق الوطني والمكان دياله لحد الساعة محيد لتشي واحد ويستحق ذلك أنا ربما هذه متغيرات التي تنشوف وتنشوف أن بنسبال سفيان بوفال يستعن فيه بالتلت الأخير ديال المباراة لأن تكون تخفر وتعطي إضافة قوية الهجوم ديال منتخب المغربي وهذا لا يعني أن نتنقصه باللعب الآخرين لكلهم في المساواة وإن شاء الله ستكون مباراة اللي إن شاء الله سيلاعبوها ونتمنوا من الله الانتصار للمنتخب المغربي وهذا ما فيه شك إن شاء الله وهذا نتمنوا جميعا سيسو عيدي سيسو عيدي سيسو عيدي ولكن دائما المفاجآت لأن تتعرف المنتخب المصري دائما تظهر في الأوائل المقابلة تظهر بواحد طريقة عادية ولكن مع تزايد المباراة تبان على الحقيقة دياله ديالكورة ديال المصرية فيما يخص المنتخب المصري المنتخب عفوان المنتخب التونسي بل أنا عادي ما المستوى دياله نقص خاصة أن المدرب دياله ما بين شي نطج كوراوي كبير الفريق كان واحد تراجع بنسبة المنتخب الوطني التونسي أما المنتخب الموريطاني البارح صراحة خلق مفاجآة وكان انتي صار يكون كتر من واحد الزيرو ولكن بل أنه في تطور والكورا الموريطانية بدأت تصدار شوية وعجبوني صراحة عجبني المنتخب الموريطاني البرح ضد المنتخب الززائري واخر أستاذ إذا نقدر أن المغرب ضمن تأهول الوشقي نقول أنه يفكر في القسم القادم كتر ما يفكر في القسم المباراة اليوم هي صراحة بالنسبة أي فارق تفكر في هذه المباراة التي غيرها مباراة 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 ويتفاد الأخطاء التي تركبت في المباراة السابقتين وإن شاء الله سترجع الفرحة وترجع الانتصارات والحمد لله دائما الانتصارات كينا لأن المنتخب المغربي منتخب قوي ومنتخب متجانيس بمفهوم العائلة والكل تقوم بالدور في أي بوست يلعب فيه حتى الجمهور المغربي أو بغير نتائج بغير منتصارات من قشك يقنع التآدل ومطبيعة الحال لأن هذا الفريق الفريق الوطني الدار من أجل الفوز ومن أجل تحقيق النتائج الإيجابية ونحن الحمد لله دائما تنآمنوا بالانتصار وتنآمنوا بكل ما هو جميل بطبيعة الحال لما لا وخاصة هذه المشاركة ديالك بديمون 2022 اللي خلات واحد انطبع كبير واحد توهوج واحد الإشعاع كبير الكرة المغربية إذن الجماهير المغربية دائما تشوفوا ما هو كبير وتبغيوا دائما تآمنوا بالانتصار وهذا لي يعني أن نحن مشارياضيين على الاعتبار أن كيمة نريد انتصار أمنوا بالتعادل أمنوا بالأزيمة ولكن القوة المنتخب المغربي حاليا تتخلينا دائما شعار ديالنا هو انتصار ولا غير انتصار سعيد طلبت القراءة لك الطريقة التي ستلعب بها القصص نظام بأمام المنتخب المغربي أولا بالنسبة المنتخب الزمبي لا خيار لا إلا لأن هو بغي حقق نتيجة إيجابية لكي يدوز الدور الموالي غالبا سترقل الدفاع ويلعب على المرتدات ولكن المنتخب المغربي عنده القراءة ديالو السير قراغي اللي تنحييه من هذا المنبر عنده ما يقول وأعتقد على أن سير قراغي رس سافد من ما يقول الأخطاء ولكن ربما كان أمور يخص تصحح إن شاء الله ولا مجال الانتصار ما يتهم منه هو أن المنتخب المغربي يكون في المستوى اليوم ويقدم كرة جميلة وما يتهم نحن الخصم يتهم منه ونفرض الإقاعد ونفرض أن المنتخب المغربي يفرض الإقاع وفرض اللعب لكي يحقق نتيجة الانتصار هذا الانتصار الذي يخص يكون باش يزيد يأكد الصحوة والقوة ديال المنتخب المغربي داخل القارة الإفريقية أو عالميا أستاذ عيلي كنشكرك على تربية الدعوة وحضرك معنا كلنا سؤالة باستضافتك وأنا أسعد أستاذ المحترم وأنا دائما رحل الإشارة وتحية رياضية الجميع المغاربة من القويرة من طنجة القويرة شكرا سيسو عيدي شكرا لكم مشاهدينا الكرام وقصنا نهاية الحلقة شكرا الأزملائي في الطاقم التقني شكرا لكم مبتتبئين وإلى اللقاء